نعم تبعين من خلال شاشة القناة للنادي الاهلي أجواء وكواليس مباراة الاهلي وسيمبا بطل تنزاني على أستاذ برج العرب بحضور جماهيري مكثف إن شاء الله كعادة جمهوري للنادي الاهلي لكن عايزين نتكلم على التفاصيل أمور المباراة وأمور عديدة جدا مع العميد ده محمد مرجان طبعا المدير التنفيذي للنادي الاهلي محمد بيه طبعا إن شاء الله النهاردة يكون النادي الاهلي موفق حضور الجماهير عليه دور كبير المسندة والدعم مطلوب من جمهور النادي الاهلي في البداية بتشوف المباراة ازاي بتشوف الجمهور ازاي والمباراة بشكل عام بتمثلك يا محمد بيه طبعا إن شاء الله بإذن الله ربنا يوفق النادي الاهلي النهاردة ونستكمل مشوار الأفريق للجمهور المصري بيحلم بيه هو النهاردة طبعا زي ما احنا كلنا عارفين اللي تذكر النافذات ودي في حد ذاتها حاجة جميلة المباراة ساعة تسعة ظروف صعبة جدا برج العرب الجو بس الحمد لله الجوة النهاردة معقول كويس 12 ألف تذكرات طبعا بتوجه الشكر طبعا للمديرة أمن اسكندرية يعني النهاردة احنا كنا ابتدينا المحضر او الاجتماع التنصيقي قبلها باسبوع وهذا اللي يمكن سهل علينا التذكر في الطرحة اللي جماهيرنا ثلاثة ايام في منفذ اسكندرية المنفذ اللي احنا فتحنا في اسكندرية ثلاثة ايام التذكر بتباع السيستم نفس القصة تفتح قبلها بفترة كويسة فهتلاقي النهاردة الحمد لله الجمهور يعني بنشكر الجماهيرنا اللي هي بتيجي ورانا في كل حتة والتذكر النفذي دي بيدل على وعي الجماهير اللي احنا بنراعنا عليه وده اللي بيشجع رئيس مجلس دارة النادي الاهلي كابتنا حمود الخطيب اللي هو يتحرك اللي احنا ازاي بفيه زيادة للاعداد الجمهور الفترة اللي جاية وخصوصا في المشوار الافريك دي حاجة وبعاك انا لسه كنت حتى بتكلم واحنا جايين لسه وصلين انا وكابتنا سمين العادل ربان دلو الصحة طبعا هم تبعين انت عندك الامن الاداري للنادي الاهلي والمدرين للنادي الاهلي يمكن موجودين هنا في اسكندرية من بدري بورج العرب من بدري العميد علاء العقيد احمد النحاس العقيد محمد سعيد وهو يمكن اول مرة نائب مدير فرع الشيخ ذات اول مرة يطلع ويشارك في تنظيم مباريات موجودين من بدري عشان يستقبلوا جمهورهم بالتنسيق مع شركة الامن وفي نفس الوقت مع مديرات امن اسكندرية ففيه الحمد لله يعني مجهود بيبزل عشان خطر جماهيرنا وعشان خطر النادي الاهلي هبلايا حاجة وده دور النادي الاهلي اللي انا شايفوه يعني انا اكتشفت النهاردة اللي احنا عندنا من كتر الشغل لمجلس ادارة انا عندي لجنة شئونة وضوية شغالة سيد برين بكافراء وستيد محمد الجرح هناك في النادي وهيخلصوا هيجوا عشان يحضروا المباراة وما شاء الله في قبال اعداد يعني الحمد لله كويسة للي هي تكون اعضاء فان الان انا شايفينها مش عارف لاي حد اللي هو ينتمي النادي الاهلي مش عارف لاي حد يحمل عضوية النادي الاهلي فده في حد ذاته حاجة كويسة عندنا النهاردة على المستوى بقى الرياضي هتلاقي النهاردة عندك مباريات الاهلي وهوية الزمالك في كرة طهرة سيدات في الاستاذ قاهرة وعندك النهاردة الاهلي والاتحاد في الكرة السلة رجال على سلط النادي الاهلي وعندك النهاردة برضو الاهلي وبيترو وجد رجال كاس مصر وعندنا النهاردة برضو الهالي وسيم بقى افريقيا وعندنا النهاردة لجنة شؤون العضوية عندنا النهاردة على مستوى بقى اجلسة نص السنة على مستوى ترى تفروع شيخ زيت فيه احتفالات عشان خطر الاطفال في الجزيرة نفس القصة فطبعا انت لما تيجي تكتشف وتدورت لها الحمد لله بالعالمين هي دي بقى الروح الناس بتكلم عليها او الروح الفنانة الحامرة الروح الفريق مجلس ادارة بيشتغل بروح الفريق ادارة انفزية الحمد لله بالعالمين فلازم ما تقدرش تقول جر حاجة واحدة بس جمهور النادي الاهلي اعضاء النادي الاهلي ادارة النادي الاهلي مجلس ادارته كل حاجة واحدة لخدمة النادي الاهلي فعشان كده احنا دايما بنقول بنراهن على وقع جماهيرنا بنراهن اللي جماهيرنا ما بتخرجش عن السياق بنراهن اللي جماهيرنا تخلي بالها من الناس العناصر المندسة اللي بتخش جواها اللي هي عايزة تخرجها هي خليك ملتزم لان في مجهود بيوفزل جامل جدا جدا وانا شايف ده رأيه الشخصي طبعا اللي ده دور النادي الاهلي كمؤسسة وطنية بتحترم القانون المصري بتحترم الدولة المصرية عارفة دورها كويس اوه في المجتمع المصري فالنهارده اللي انا بتكلم فيه ده انت بتقدم المجتمع المصري جيل رياضي بتقدم المجتمع المصري ثقافة عن طريق اللي انا بقول عليه النشاطات اللي بتحصل على مستوى ثلاث فروع لاطفالنا بتقدم المجتمع المصري يعني ازاي فيه ناس بتقدم اللي هتشارك في النادي الاهلي عشان خطر مبادئه وعشان خطر النادي الاهلي بقمته وشموهه فدي حالة كويسة جدا الحمد لله واتمنى يعني طبعا لازم بوجه كل الشكر للإدارة التنفيذية وزميلي اللي هم مشكلين معنا انه فريق العمل لو احنا مش ما بنشتغلش فريق واحد عمرنا ما هناخد خطوة لقدام فلازم طبعا اللي موجود في مصر النهارده ليه دور سواء اللي هو حسن مسعود المدير فرع مدية ناصر سواء الاستاذ خياد مرسي مدير الجزيرة ست والف الشاوي نوابهم موجودين النهارده بقول عرب موجودين هتلاقي كابتروف عبدالقادر النشاط الرياضي بيتابع الاربع مبارات اللي عنده كلها مبارات مهمة يعني البسكت كاس مصري والدوري واهلي والزمالي جتولة عربية دي طبعا ربنا يكرمهم النهارده ان شاء الله وعندك الرجال كاس مصري فهتلاقي برضو كابتروف شغال النشاط الرياضي الشغال دارة التنفيذية شغالة واللي جان كان فيه برضو الصبح لجنة المرأة فيه زيارة المستشفى بهية فانت قايم بدور مجتمعي الرياضي يعني الحمد لله ربنا يتمها بالخير يا رب اشترك منك برضو الرسالة اللي عبتنا انا عارف ان اللي عبتنا على القدر المسئولية ان شاء الله في المبارة دي وقبل الرسالة كمان انا امكان بنقول في الكواليس حاجة مهمة جدا انا امكان مجلس الادارة بيكسف مجوداته بشكل كبير مع القيادات الامنية ومع الجهات المعنية العودة الجمهور بالشكل اللي بيأملوا وبيطبحوا مجلس الادارة الناس ما تعرفش الكواليس دي خلو الساعة العميل لا بصوا احنا نادي الاهلي بيشتغل دايما في صمت وكابتن حسن وكابتن خطيب وانا وكابتن سرح سيم انت عمرك ما تلقيت مسؤول في نادي الاهلي بيطلع يتكلم نادي الاهلي بيشتغل دايما في صمت لان ليك دور انت عارف دورك ايه وبتأديه وبتتحرك الخطوات اللي هي تكون من وجهة نظر نادي الاهلي هي دي الاصول اللي نادي الاهلي بترب عليها ما حبش الدوشة يعني انت بتشتغل انت عرضه كان في لقاء كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع سيادة الوزير الدكتور أشف صبحي والراجل الشاب يعني متحمس جدا لعودة الجمهور ودايما كل خطوة انت بتاخدها الحمد للرب بالعالمين جمهورك هو اللي هيخلي الناس بقلبها جامد وجمهورك هو اللي هيخلي الناس تتكلم بقلبها جامد مبرح كانت احياء الزكرة شهداء نابور سعيد ولدناه يعني احنا احيينا الزكرة بالورد احيينا الزكرة وانا دايما بقول كده احنا بنحي الزكرة بالورد وبنحي الزكرة بالبطولات وبنحي الزكرة بالانتصارات هو دايما احياء الزكرة الحقيقي لي يعني شهداء نابور دي قال لي حاجة لانهم في قلبنا مش هننساهم ودايما هم حافز لك عشان تنتصر حافز لك عشان تشتغل حافز لك عشان خطر تقدم خدمة كويسة دا 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 معينينا فأنت بتتحرك كلما الجمهور النار دا بيلتزم كلما انت قلبك بيجمد وبتبع بتتحرك في كل حيطة عشان خطر يرجع جمهورنا تاني فرب نسى ان شاء الله الله يخليه ربنا يخليك تشكرين بنشكر اكيد طبعا ناسات العميد دا محمد مرجان المدير التنفيذي ليه النادي الالي اكيد التكاتف مطلوب من جمهور النادي الالي اشتركوا في القناة